اشتركوا في القناة من بناء العضلات وحتى تخفيف التوتر النفسي هو امر معروف لمعظم لاعبي هذه الرياضة ولكن ما هو جديد ومفاجئ للبعض ان تكون جلسات رفع الاثقال لها تأثير مباشر على عمل الدماغ وخلال مدة زمنية قصيرة نسبيا من التمرين فقد طرحت دراسة جديدة من نوعها حول الدماغ والعضلات ان التمرين لمدة عشرين دقيقة من الزمن يقوي ويحسن الذاكرة لدى اللاعبين بنسبة عشر بالمئة تشير هذه الدراسة الى ان الشخص لا يحتاج لان يلعب ساعات طويلة حتى يكون هناك تأثير ايجابي على تحسن الذاكرة هذا ما اوضحته رئيسة الدراسة ليسا وينبرينغ طالبة الدراسات العليا في معهد جورجيا التقني في الدراسة قام الباحثون بطرح تسعين صورة على شاشة الكمبيوتر على ستة واربعين متطوع وطلبوا منهم ان يقوموا بحفظ هذه الصور في ذاكرتهم ثم قاموا بتقسيم المتطوعين الى مجموعتين المجموعة الاولى طلب منهم ان يقوموا بتمرين رياضي معين بينما تجلس المجموعة الاخرى بدون اي جهد يذكر كما قام الباحثون بجمع عينات من اللعاب من كل متطوع بعد يومين اجتمع كل من المتطوعين والباحثين معا وقام الباحثون بطرح مائة وثمانين صورة من بينها التسعين صورة سابقة الذكر الصور التي طرحت على المتطوعين في اليوم الاول للدراسة على كل متطوع وطلب منهم ان يحددوا ما هي الصور الجديدة المضافة الى المجموعة ماذا وجد الباحثون لقد تذكر المتطوعون الذين قاموا بالتمرين الرياضي ستين بالمئة من اجمال الصور بينما تذكر المتطوعون الاخرون حوالي خمسين بالمئة من اجمال الصور المطروحة وهذه النتيجة تدعمها دراسة سابقة تقول بان الكبار في السن الذي تتراوح اعمارهم بين خمسين الى خمسة وثمانين تتحسن لديهم الذاكرة بمجرد ان يقوموا ببعض التمرين الرياضية وهذا يكون نتيجة لافراز الجسم لهرمون التوتر المعروف عنه ان له تأثير قوي على الدماغ بحيث يرسل رسائل كيميائية للمساعدة في استرجاع الذاكرة بسرعة اكبر وقد تبين في هذه الدراسة ان التمرين الرياضية فعلا تزيد من وجود هذا الهرمون فالذين قاموا بالتمارين الرياضية تبين وجود هذا الهرمون في اللعاب بنسبة عالية لديهم عند فحصه